روماتويد البرودة مخيرة شني كتنشط الدورة الدموية يعني ما يبقاش الإنسان وكتعاون حتى على الصداع يعني كي اللي راسوتي يحرقوا من من الدورة الدموية وخير غيشرب أدوية مزيانة لنحتى مشاكل الشعر أنا غننظر معاكم في نفس الوقت هنا ما كنحسوش باقة كاترة هنا في الجلد ممكن أنا نعملوها ها هي أنا ولفت عليها الصلاحة مني غا تقربتي بس غنجمعها صافي مني كدبان كنقطع عم هنا وكل خلي الجذور ديالا حتى الجذور ديالا مزيانة الرجال اللي عندهم مشكل بروستات عندهم البرودة تبقاش يحبسوا الماء عزكم الله الجذور ديالا مفيدة للرجال الجذور أهلا وسهلا كانت منكم تكونوا بخير وعلى خير اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى عالي وأصحابي أجمعي هذه هما الأشواك اللي احنا كان عالجو بيهم بإذن الله دبال بقيت ديال القريس ديال الحريقة أنتم بغيت نقرب لكم الصورة باش تشوفوا فين كين هي الأشواك سبح الله العظيم ها هي ها هي الأشواك شتو ها غاد قولي لشكات صلحة اختناعمة نقول لكم هانتم هي يوسم نحل بحال 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 حت واحد للتعليق قاد في مولاه أو مولاتو ما عرفتش بأنه عنده تخطر الدم ولكن تخطر الدم ركي يكون مشكلة حتى في صعبة في التنافس يعني يرا بزفت المشاكل كي يعملها تخطر الدم عليكم بالحجامة المهم ده بغا نهضرو على هادي هي النحلة زوينة ولكن كين بزفت الناس يتخافوا منها انا غنوريكم هنا عندي مثلا اه العروق هانتو ما هنا مثلا كيبان غنديرها صافي او ممكن ان انا هانتو ما عنقيق يعطيها على الشتاء غنديرها كلاساءات صافي سالينا شوية غيبا لكم انها حمرار بالنسبة اللي عنده تقل في الصاقين كل عنده مشكل اللي فاغيس تكونوا خارجين هانتو ما تشوفوا شو غتعود حمراء انا غنوريكم الجالة اخرى انتو ما هناك كان قبيل العروق هاو ما انا اقرب لكم ها ما اشتو هادو العروق العنكبوتية احتية ما تستهونوش بها انتو افتورها قارسة لهذا الاشواك دياله انا غن هاي اشتو هاي الاشواك هاي هادي سبحان الله في المادة الميراتين اللي زوينا هاي اشتو هاي ما شاء الله انا غنستغل الفرصة وغن دي الله ها الله اكبر سبحان الله ما تستهونوش بديك اللاسعة ولكن الارحمة اللي عنده فقر دم الله رحم الوالدين ياخد مثلا عريش من هادا حاول لقيتوها ما تقطعاش كلها قطعها بحلك وخلو شوية جذور دياله في الارض باش تعود تنبوت ان شاء الله هنا تعطينا او تاني اا اا اوراق اا اا اخرى هادين ناخدوها مثلا نغسلوها ونقطعوها ونعملوها مع الخبز او المسمن او بيتزا نعملوها مع الخبيزة اللي رائعة اا الوليدة اللي عندهم فقر الدم وعندهم مشاكل اا اا صحية انتو ما شوفوا انتو ما شوفوا انتو ما شوفوا ما شاء الله انا كنشربها في هذا الوقات او كما كان كتروش كندينها مع الخبز باش ملويدة ميحسوش بها ممكن انا نضربوها مع العاصر او مع اا اا السلاطات او كتشرب اي ادرتوها مع الماء شوفوا شكيل دياله الجاميل اذا ادرتوها مع الماء كتعطينا واحد الماضاق اللي ما تقدوش عليه ولكن راسحية اللي عنده نقص الحديد وضعيف تياخد الادوية ودائما سخفان اا اا مشكلة تمتصاص اللي راح ملويدين هانتو ما انا غنعود را هكا را ماشية تقولوا را فيها نيت را متل النحلة حسنا يعني في ما عنده انا ممكن انني مثلا بدان من القدم ديالي وانا غادي حتى الفوق فيعمتوني خليكم معي ان شاء الله عندي هنا ااا هانتوا ما العروق حتى هاديو ما نخليونش هكا حتى يعدوا عند اي اي يعدوا ذاكن نعود نشط الدورة الدموية هاياللاسات متستهنوش او خاكا هانتوا مرقة ريسا هانتوما صافي واحد وقيتها ما كيبقوش عند ذوك الاشوك هذي بقى فيها هيق هانتوما نقرب لكم وشوفو هانتوما شوفوا كيفاش غدتم العملية بإذن الله شوف هانتوما كتغرسها عندها من جوج الجوانب عندها من هكا ومن هكا ممكن انا نعملها في الايد هانتوما شوف را هكا هي وخا ما كتدخلش لنا في اللحم كتبقى لأسقى ولكن راطات المفعول لها صافي واحد وقيتها ما كتبقىش تقرسنا عليكم بالقريس او الحريقة كين جوش الانواع كين الملسا وكين الحرشنا كندولكم على هادي الملسا حتى هي دايزة ولكن هادي فيها منافع كثيرة كما كتلكم شبيهة بقرس النحل كين ما تقدرش على قرس النحل هادي ما عندلت الشي ما تخافوش منا ما كنتعديش مضاعفات كان عفصه من النحل مفيد ولكن كي اللي كي كيكون عنده من غير الاوراة من غير تيت انفخذك ما كنسميش هنا حساسية ذاك عادي لذيك غير باصلح كوا كان هدارنا على دقات القلب التصالع دقات القلب او صعوبة في التنفس ديق التنفس نقص في الاكسجين اللي حضر السلامة اللي كان خاف منه كندير بطبيع الاسعفات الاولية اه اما هادي ما عندلت الشي حاجة اخي غتالموا الفرصة وعندي هنا ايال اشفتو هنا ايال عندي بوضور غد تكون ان شاء الله بوضور ها هي ما نضيعوهاش لا رحمه ولي حتى هي ممكن اننا نجمعوها واشنو غنديرو بيات قاعدنا بوضور في واحد الحكيك او بواطة نطحنوه ونعدو نخلطوه واحد لو قيتل لي ما غلقوش القريص ممكن اننا نستعملو زيت القريص انتوما شتوه بس بحلال العظيم غا يتمشى الدم اللي عندي عالق بقى فاضل بلاسة هادي انا غنعا والتاني هاي الاشوك هنا باقي مستعملتهاش في هادي ها هي ها هي اشتوع معي ها انا محاولة ما امكن وطبيع الحال النية وانتبك على الله هو الشافي هادي غير كتبقى اسباب عاطينا الله سبحانه وتعالى فوق الارض انتوما سبحان الله العظيم اني كان بقى هاكا نضغط عليه سوفي ما كيبقاش دوك دوك الاشواك ها هي اشتوع شكلها جميل مثل النعناع نعطوها لوليداتنا بطبيع الحال ماشي الصغار كبار ممكن اننا عملناها مع المسمن او مع الخبيزة تكال ما ديك الساعة تكون ناقصة شوية خفيفة اه هي غا فيها المفعول ولكن ما تأطرش على المضاق فانتون اه الحواميل ما يقربوش لله رحم الوالدين المسنين صغار مثلا ماشي قل من هذا المرضي علا انا كندويع لا اطفال ما فوق سبع سنوات وما فوق الله رحم الوالدين واذا تصغر فقد دم دياله مراه ساهل كندويع الكبار جربوا هذا المتصاص حتى وانتم ما شوفوا ما ان شاء الله الاشواك اللي فاهية هذه اللي كتقرسكم قد قولوا كيفاش تحرقها كتقرسنا هاهي اشتوه انا كنحاول ما امكن هذه الاشواك الرائعة الجميلة سبحانك يا جاليل ما كتبان شانتم اللي شفتوها كان مبعين اشان ولكن لا عاود مو ما نغن حاول تاني ما امكن نعمله في الايد اليالي كتنشط اللي عنده مشاكل تنمل في اليدين انا خليكم معايا ان شاء الله آآ اللي عنده مشاكل تقل او تنمل قدمين الروماتيزم الروماتويد آآ البرودة مخيرة شني كتنشط دور الدموية يعني ما نبقاش الانسان وكتعاون حتى على الصداع يعني كل اللي راسوتي يحرقوا من 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 الضوار الدموية وخير سيشرب أدوية مزيانة لنحتى مشاكل الشعر سننظر معكم في نفس الوقت هنا لا نشعر بكثرة في الجلد ممكن ان انا نعملوها انا ولفت عليها الصراحة ستقربتي بس سنجمعها سوف نقطعها هنا ونخلي الجذور حتى الجذور مزيانة الرجال الذين لديهم مشاكل البرودة سوف نحبس الماء الجذور مفيدة للرجال سوف نحضر الجذور ممكن ان نحضر بها الزيت كما قلت لكم ننبسوها ونحضرها كخضرها نقطعها بصبر المعدنوس هي التي كانت هنا تعطينا أفضل ونضيفه مع كاس زيت الزيتون او زيت نباتية ونعملوها في قارعة زوجية ونعملوها في حمام مريم ونصف الساعة من بعد نخليوها تخمر سوف نحصلوه على زيت القريس اللي نادر في ان تلقوه حقيقي أصلي ممكن اننا ناخذ هذه مثلا ونعملوها في طلاجة قاعدنا كأوراق البوضوذيال هراء ممكن تطحنوا وتعملوها في الوجبات هنالت كنا نخلق هنالت من حيات الشتاء لكني تطحن المعدنوس ونظيرت ولكني أنت هناك من فضلك نشاهد جرافة نعملوها في وقت الشتاء فنظرت الزيت ونعملوها تقريبا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى والتي تطيلت من حياتها صحيحة جميل والتي تشاهد تشاهد أراها عادي عادي جدا نتمنى لكم إن شاء الله تسير وطول البال وطول العمر إن شاء الله وعفنا وعفاكم الله فيما كنتم ولا تنسوا أشغتكم نعمة من لي لايك على هذا المنظر الجميل ديال الحريق هنا الحمد لله وخاك تعملين هاد الشلسة عكلي وريتكم وخاك تعملين هاد الحروق هذي أراها من بعد ستسخن تقدروا تعملوها في القدمين بجوج وما تخرجوش للبرد هنا طريقة واحدة أخرى بالنسبة للحريقة اللي لا يقدرش عليها بحلكة ممكن أنكم تخذو الأوراق واحد الكمية لبأسة بها وتكبو عليها المطيب وتخشوفها الرجلات تنشيط دورة الدموية رائعة ما جاوبتكم استمحوا لي نسيت بالنسبة لسقوط الشعر سنغليوها ونعملوها في واحد البخاء نعملوها في قرعة الزجاج نعملوها في قرعة بخاخ زجاجي ولا بلاستيكي ونرشو فروة الشعر أو فروة الرأس ما عندش مشكل إما الزغبة أو الجلدة نعملوها في قرعة بسبب فقر الدم بسبب الدورة الدموية لا تستطيع أن تكون فائدة لقيتة البرد دائما الشعر يطيع وخمس كينة تأخذ كينة وخاء تأخذ الخلاطات يبقى الشعر يتنسل هذه زوينة توقفوا في حلال عظيم ممكن تحتفظوا بها هذه نصحكم ممكن تحتفظوا بها لأن واحد اللقيتها لا تلقوها في الصيف سوف يحتك يجي فصل الشيتاء ان شاء الله وتناولوها لا تكون ملاش تخافوا واتشيلي كينة نرى ما سخيتش باغا نبقى نعملها في الساقين بجوج عفانو عفاكم الله اشتركوا في القناة